هلو تو ميكرز فكما ذكرت في فيديوهات سابقة وقت انزل التحديد الجديد الخاص بـ The Farming Pool ذكرت أنه ليس بمجرد تحديد فقط وإنما هو موسم جديد بالكامل أو الجزء الثاني من هذا الموسم ولهذا إخواني بعد أن نحصل على تلك الأرباح لن نستطيع أن نسحبها وبدل ذلك سنقوم بالاشتغال عليها داخل Boot to Market كفكرة Hamster Combat بالضبط إلا أن فريق تو ماركت سرع الوتيرة فورا بعد انتهاء عملية TGE ونزل AirDrop بينما فريق Hamster Combat قسم العملية إلى مرحلتين الموسم الأول والموسم الثاني فإذا كنت مهتما بمضاعفة الرصيد الذي حصلت عليه في تو ماركت فكل ما عليك فعله هو اتباع المراحل التي سأقوم بها في هذا الفيديو وفي الفيديوهات القادمة إن شاء الله فهناك مشاريع كثيرة قادمة في Boot to Market سنقوم جميعا بالاشتغال عليها لمضاعفة أرباحنا وبعد إدراج عملة تومة لملا سنكون قد حصلنا على أرباح وفيرة إن شاء الله إذن دعونا نتوجه مباشرة إلى خانة الـ AirDrop حيث سنجد المهام التي يجب علينا إنجازها أو القيام بها وكذلك المشاريع القادمة في تو ماركت التي سنشتغل عليها وكما ترون هذه الأرباح التي قمنا بالحصول عليها من خلال الاشتغال على Boot to Market 22575 عملة وهذه هي المهام التي سنبدأ في إنجازها يوميا مهمة Steak ومهمة ربح مكافأة طومة سنمر مباشرة إلى هذه المهمة ربح مكافأة طومة ونجد هنا أنه يمكنك مضاعفة رصيدك مرتين مهما كان الرصيد الذي حصلت عليه من خلال اشتغالك على الـ Boot ويمكننا ذلك عبر إنجاز هذه المهام وأهمها ميدالية الـ Premium التي يدخلونها في كل مكان ويدكرون بها في كل مرحلة لأنهم بالفعل حصلوا على ربح قوي من خلالها فالعدد الذي اشتراها عدد كبير جدا وتكلفتها خمسة دولارات كل ما علينا فعله لمضاعفة رصيد إخواني أخواتي بنسبة 100% هو إنجاز هذه المهام بالكامل مع مهمة ميدالية الـ Premium والتي ستأخذ مننا قرابة عشر أيام لإتمامها بالكامل كما تشاهدون لدينا المهمة الأولى سأتخطاها أنا شخصيا لأنها تحتاج دفع للحصول على هذه الميدالية وسأكتفي بالمكافأة المجانية فقط وبعدها إخواني أخواتي لدينا تسجيل الدخول لمدة عشر أيام وسنحصل من خلالها على 4535 عملة طومة نضغط عليها بهذا الشكل وبعد ذلك كما ترون ظهرت معنا 1 على 10 إذن يتبقى لنا 9 أيام للحصول على هذه المكافأة ثم لدينا بعدها مهمة Daily Combo والتي يجب علينا كذلك إنجازها لمدة 3 أيام إخواني أخواتي للحصول على مكافأة من عملة طومة سنضغط عليها بهذا الشكل بما أننا قمنا بإنجاز مهمة اليوم وتجدون المهمة في القناة يوميا نقوم بتنزيلها فورة حديثها في خانة المهام بعدها تأتي مهمة دعوة الأصدقاء والتي نحتاج إلى دعوة 3 أصدقاء للحصول على نفس المكافأة وبما أن لدي أصدقاء فأستطيع الحصول على هذه المكافأة من الآن إذن سأضغط عليها وبعد ذلك سأحصل على المكافأة وهي تقريبا 45 ألف عملة طومة ليس حبات طماطم إخواني أخواتي كما في السابق بل هي عملة طومة الحقيقية ما يعادل تقريبا 0.1 USDT على حسب توقع السعر الذي قمنا بنشرها في القناة وتجدون الرابط في أعلى الشاشة وكذلك في أول تعليق متبت وبعد ذلك لدينا كذلك مهمة النجوم التي هي كذلك تحتاج إلى التفع إخواني كما تشاهدون هنا فهي تحتاج إلى 0.1 طون أي ما يعادل 0.5 USDT للحصول على 10 نجوم وما يعادل 0.1 USDT من طومة إذن فالمعادلة ليست في محلها وسنمر بعد ذلك إلى آخر مهمة وهي مهمة عجلة الحظ حيث يتوجب علينا لاعب المستر بوكس 10 مرات للحصول على هذه المكفاءة إذن أنا سأقوم بالمهام المجانية فقط لن أضع ولا نجمة أو عملة على أي مهمة لنرى كم سنحصل عليه من خلال البوت بطريقة مجانية كما في هامستر والبوتات المشابهة كما نشاهد هنا إخواني أخواتي هذا هو الرصيد الذي حصلنا عليه من أرباح الأيردروب الخاص بيتو ماركت في سبع أيام فقط بعد أن أضفت له مكافأة دعوات الأصدقاء التي قمنا بإنجازها أمامكم كما شاهدتم هنا الأرباح التي حصلت عليها من خلال الأيردروب وهذه هي المكافأة الخاصة بدعوات الأصدقاء بعد ذلك كما تشاهدون إذا قمنا بالنزول إلى الأسفل نجد هذه المهام المتبقية لدينا التي تحتاج إلى نجوم وكذلك إلى عملة طون سندغط على هذا السهم الصغير الذي يوجد هنا ونرى هل هناك مهام يمكننا إنجازها كما نشاهد هنا إخواني أخواتي فقط إحصائيات وتعليمات ربما كالرتبة التي حصلنا عليها تظهر هنا وإذا ضغطنا عليها سنجد صفحة ترقية الرتبة ولا شيء آخر وبذلك فما زال هناك مجال تطوير الرتبة في البوت للملتحق الجدد ما يعني أن هناك أيردروب قادم مرة أخرى سنعود للوراء وكما تشاهدون لدينا هنا 17 نجمة لا أريد استخدامها من الآن لأنني أحاول استخدامها في عجلة الحظ أو باقي المهام إذا أتت بما أنني لم أعد أحتاجها لترقية المستوى بعد الآن بعد ذلك كما تشاهدون للحصول على نجوم نفس الشيء كما في السابق لعب دروب جيم وإنجاز المهام وما إلى ذلك وبعد ذلك لدينا عملة طون هنا لدينا صفر إذا ضغطنا هنا على أحصل على المزيد نجد هنا فقط طريقة واحدة للحصول على عملة طون كما في السابق من خلال مستري بوكس والتي من الصعب الحصول عليها على ما أظن إذن نتخطى هذه الخانة ونرى ماذا لدينا بعد ذلك إذن بعد ذلك إخواني أخواتي لدينا كذلك عدد حبات الطماطم التي استطعنا الحصول عليها قبل نزول الاردروب وصلنا إلى 1.07 مليون حبات طماطم وهنا سجيل النتائج التي نحصل عليها من أين نحصل على تلك الطماطم وما إلى ذلك الصفحة الآن فقط في حالة الصيانة وسيتم تحديثها اليوم أو غدا كما ذكر الإعلان في صفحتهم الرسمية إذن إخواني أخواتي إذا خرجنا من هنا كما شاهدنا في خانة النجوم لا توجد بها أي مهام وكذلك إذا ضغطنا على خانة عملة طون كما نشاهد هنا فستؤدي بنا إلى نفس الوجهة وبذلك لا توجد هنا أي مهام وللحصول على عملة طون يجب علينا لعب سبينات أو عجلة الحد كما ذكرنا في السابق نكون هنا قد قمنا بشرح هذه الوجهة بالكامل لم يتبقى لنا إلا آخر خانة التي تخص الشروط كما نشاهد إذا ضغطنا عليها هنا طبقنا جميع الشروط إخواني أخواتي لا زالت هناك شروط قادمة كما يذكرون هنا الخطوة القادمة لم تكشف بعد كما هو مكتوب بالإنجليزية فلم يتبقى لنا إخواني أخواتي إلا أن نقوم بالتهاب إلى مهمة ستيكينغ والتي تخص The Farming Pool أين سنشتغل على مشاريع البوت وهنا أول مشروع سينطلق بعد ساعات من الآن كما نشاهد هنا إخواني أخواتي سننشئ فيديو فور نهاية هذا الوقت وبداية المهمة وسأشارككم أي جديد حول هذه المهمة لإنجازها بأفضل طريقة ممكنة إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو وبما أننا لم نترك أي تفصيلة حول البوت من بدايتنا فيه فلا بأس أن أشارك معكم الرحلة كاملة ورحم الله من عمل عملا فأتقنه إذا كنت مهتما بإنجاز جميع المهام لأغلب البوتات المزربة الإحداثيات والتحديثات وحل جميع المشاكل كل ما عليك فعله سوى الاشتراك في القناة لايك وتعليق جميل يحفزون على الاستمرار في تقديم المحتوى المبسط والأفضل بين الجامع أرد على الجامع في إنستغرام وأحاول قدر الإمكان أن أحل جميع المشاكل المتعلقة بالميم كوينز ورابط إنستغرام وجميع الصفحات في صندوق الوصف أراكم في الفيديو اللاحق أصدقائي إلى اللقاء أبطال